موسيقى خذها قاعدة الكبر يخفض من قدر الإنسان والجماعة والأمة حديث مستمر عن موضوع الكبر وانا ما دي ليش طول انا كنت حاطلة بس يعني حلقة وحدة بس هو واضح انه هو فعلا لا أهمية وانا احنا قاعدين نعاني منا ونعاني منا بالعمق الكبر عندنا متغلغل حتى في العسر تلقى في العسر كبر الأب على الأبناء تكبر بعض الأبناء على البنات مثلا هذه متأصلة موجودة في العمق لا فضل لا رجل على امرأة ولا واحد على كذا ولا كبير على صغير ولا صغير على كبير في احترام نعم مثلا يحترم الصغير يحترم الكبير يحترم صاحب المجلس يحترم صاحب المكانة يحترم صاحب الفضل لا شيء احترام والتقدير لكنه مش أعلى مننا إنسانيا لا انت بالنهاية تذكر لا لك عيون زيادة ولا أذن زيادة ولا كذا لك حال بقية البشر ويعني كلكم من آدم وآدم من تراب كانوا تكلمنا عنه لما تكلمنا من البداية عن موضوع العنصرية لكن الكبر أيضا اللي هو قلنا تعريفه بطر الحق وغنط الناس يعني أضيع من حقوق الناس وأنزل منها وفي نفس الوقت أرفض الحقوق للناس تكلمت عن مظاهر صح؟ تعالي وعدم الرد والسخرية وإغلاق الباب والإصرار على الخطأ وتكلمت عن الأم ما شكتر قاعد عني منها أقوى مسألتين وثلاث بيها اللي هي شعور بالأفضلية والمختارية وشعور بالنجاة نحن ناجين بس هما لا بداية المرة الفاتحة تكلم عن شوية حلول وقلت إن الحل الأصل إنه يكون بالقانون لكن عندنا هنا معضلة كبيرة وهو أن القانون وهذا قلت أسر بيني بيكم أساسنا ما حد يعرفها طبعا لكل يعرف أن القانون هو في الحقيقة وضع لكي يخدم شريحة معينة في المجتمع على البقية يعني هو القانون يطبق على عامة الناس شوف لو يجي لك من يقول ويتكلم ويحلف وهذا مدام أكد معناته الموضوع موجود أصلا فحتى لو يطلع مسؤول ويقول القانون على الجميع معناه أنه مش ماشي على الجميع وإحنا نحن بنمشي على الجميع هذا معنى الكلام صح ولا طيب شنسوي طيبك الأولى أن نحن نبدأ بالقانون طبعا أكيد نحتاج إلى القانون لا شيء يعني أنا ما أدعو إلى فوضى وعدم موجود قوانين لا صعبة ما نقدر نمشي الحياة إحنا مضطرين حتى لو تضررنا بعض الشيء أحسن من التضرر بالكامل لكن علينا أن نبدأ بعليا تلقو صح ولا نبدأ بأول شيء مثل ما قال لو أن فاطمة بنت محمد ذكرت قصة لمرة فاطمة ما يصير أن يشفع أو لما جاي يشفع فيه كذا قال ما معنى هذا اللي شفعته فيه ما هو بالنهاية هو يشفع فيهم كلهم يعني بالنهاية ما أحد انقتل بعد انفتح مكة وكذا حتى اللي صدر فيهم كذا بس بعدين أعفى عنهم فلكن القصد أنه هو طب احنا صدرنا قانون نقعد نشفع خلاص مدام طلعنا قانون احنا ملتزمين فيه وعلى من الكل لكن احنا مثلا نرى نرى أن الكبار لا يعاقبون يسرقون يبقونه بالملايين يعني وكذا ما يعاقبون بينما الصغار يعاقبون طوال وقت يوم يعني واحدة من الأشياء المحزن أشياء اللي فات كذا صدر حكم بالسجن ما عرف كم سنتين أو شيء شخص باقي أشياء تقدر بستين دينار كويتي يعني الأشياء اللي سرقها من الدولة كتقدر بستين دينار احنا عندنا ناس سارقين بدون مبالغها عشرات مئات الملايين وعايشين عادي بكرامتهم وكل كذا ولنسجنوا حتى يومين بعضهم منسجن وطلع بعضهم معرف شك بس لكن هذا سارق لستين كيف يعني هتؤمن الناس بالقانون عندما ترى هذا كيف كيف هتؤمن الناس بالقانون عندما ترى هذا يتمشي وهذا ما يمشي هذا تمشي لجنسية هذاك ما تمشي لجنسية هذا تمشي لمعرف شيش هذاك ما تمشي لفك كيف حتوق من الناس بالقانون في ذلك أول شيء هو التطبيق قانون حقيقي ويعني وسن قوانين في هذا الموضوع يعني ما خصنا الآن في موضوع الكبر سن قوانين في هاي المسألة أن مظاهر الكبر غير مقبولة مسألة ثانية وهي اللي هي القيم أن تبنى قيم الاحترام هي واحدة من الأشياء اللي حنا حطيناها في عام المرساة أن ذكرنا من ضمن الست أركان واحدة منها التقدير والاحترام تقدير لي لذاتي والتقدير للآخرين الذي يحترم الآخرين يحترم ذاته الذي لا يحترم الآخرين هو لا يحترم ذاته هو عالع المجتمع والحين حيطلع مننا شر لأن مشكلته أنه مو مقدر نفسه وبالتالي هو ما يقدر الآخرين لكن الذي يقدر الآخرين هو كذلك يقدر نفسه من الحلول هو أنا وأنت أوكي إحنا ما نقدر نصلح العالم أوكي ومش بالضرورة حنقدر نصلح الدولة لكن أقدر أصلح نفسي وأنت تقدر تصلح نفسك يعني إحنا نقدر نضبط حننا تخلى تماما عن موضوع الكبر يعني وما نقبلها ما نقبل في حالتنا أنا لا أرضى أن أحد يتكبر علي ويتعالى أيا من كان ولكن لا أرضى كذلك أني أتكبر عن أحد أيا من كان صح ولا لا اللي أطبق على نفسي أرضاه كذلك على الآخرين أنا ما أرضى أحد يجي يتكبر عليه من أنت والله وكذا حتى لو كنت من كنت ما أرضى تعرف إحنا شيء شيء مثلا في الكويت عندنا هذه المسألة أكثر وضوحا من كثير من الدول الأخرى لكن أنا رأيتها في دول أخرى أكثر يعني مثلا رحت البوسنة شفت البوسنة مثلا يمر عليهم ممثل مشهور عادي يعني يسلم بالطريق وكذا حتى رئيس يوتيوب مرة شفت له مقابلة كذا أنا استغربت من البوسنة جدا يعني حتى لما أقولهم أن أنا رئيس يوتيوب وكذا وما عادي يعني ما يعطونه اهتمام كبير ما عندهم هذه صناعة الأصنام هذه كذا وفي دول ثانية أكثر بعد احترام أنهما عادي هم محترام يعني كذا بس هما لا يعطونا احترام عليهم لا لكن إحنا لا تشوف هذه المسألة هذا كبير يعني كبير أقصد منزلة وكذا بس إحنا بالكويت نسبيا يعني هذه المسألة مقبولة يعني طبعا تتجاوز في بعض الأحيان بس ما عندنا أنت عائلة فلانية ولا أنت المعرف شيء لا يعني كفي دول أخرى لا هذا الموضوع له يعني تقدير خاص وكذا وانت يعني دير بالك يعني حنا ما عندنا يعني نسبيا هذي ما لو تعدى علي شخص من أي عائلة ولا كذا عادي حاخذ حقي منه مهما كان وادعى وقال وكذا فذلك الفكرة تبدي بيني وبينك أنه أنا ما أرضى الكبر على الآخرين كما لا أرضى أن أحد يمارس الكبر علي وما أسكت يعني من ضمن العلاجات كذا نحن أجماع اللي يشعر بالكبر أعطوه بلوك يا أخي سكة بلوك إذا يشعر بالكبر على الناس وما على الكذا خلاص وكيف هو بكبر الله يسهل عليه شيء ليش أنا أدني من نفسي وأحط من نفسي وأعطيه هذا التقدير وهالمكان لا مثلا لو شخص جايه وفي ديوان ولا في مكان ولا كذا وما احترمنا يتعذرك الديوان سوري يعني حتى لو تكون من تكون يعني يتعذرك المكان فأعطيه بلوك يعني أقصد أعطيه عدم الاهتمام ولا أنا الشخص ما يحترم أنا مثلا في تويتر لو يكون من يكون إذا يسي يأخذ بلوك ما همني ما همني شنو الفولوورس اللي عنده ولا شنو منزلته ولا شنو مكانته ما همني ومتساوي مع شخص تاني حتى ممعرف نفسه ما نعرف مين وعنده ولا فولوور مثلا نزيله ما نفس الشي تحترم تحترم وعندي محترم شخص عنده فولوور واحد بس بس ذكر كلام جميل وذكر شيء في الحب ولا كذا أنا ممكن أعطيه لايك ممكن أرد عليه كذلك ممكن أرد على سؤاله ممكن يعني وشخص أيضا مشهور وكذا ممكن أرد عليه ممكن أرد على سؤاله مدام أنه محترم المحترم يحترم غير المحترم ما هي المفروض يعطى الاهتمام فحن يجب علينا كلنا أن نمارس هذه المسألة نمارس مسألة أننا لا نرضى الكبر لأنه كذلك لن نرضاك أن تمارس الكبر من أنت ما نرضاها ولا لا فضلة لأحد على أحد ولا ياخذ ولا أيضا أن أرضاها من جماعة على جماعة مثل ما أنا علقت لما تكلمت عن العنصرية وتكلمت عنها تكلمت عن القبلية تكلمت عن الشعور بالعنصرية ليش؟ لأن ما نرضاها طيب وإذا الناس استصغروا خلهم يستصغرون مخهم لكن أنا ما أرضى أن الناس تمارس عليه الاستصغار ولا تمارس عليه الكبر فلا تعطيه الاهتمام يعني في ذلك ولا تعطيه هذه المنزلة لا طيب وإذا الناس هم معا خلي يعطونهم هم عبيد عادي يعني هم هم يريدون أن يعيشوا عبيدا أنت الله أكرمك ما ترضى أنك أنت تستعبد لذلك بعض الحلول لهذا الموضوع الموضوع كثير مهم موضوع الكبر ومقابل الكبر أني أنا أشعر لا بالتواضع أما تعامل مع الآخرين أشعر معهم بالتواضع لا أشعر معهم بالكبر كونك كنت شوي مشهور ولا كنت شوي ناجح ولا خدت لك لقب ولا صار عندك فلوس ولا كذا وبديت تشعر بالتكبر خليك منتبه هذا كأن يعني السقف عالي وأنت يعني قد تسقط منه أخذها قاعدة الكبر يخفض من قدر الإنسان والجماعة والأمة اشتركوا في القناة